السلام عليكم شراكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير كما رأيكم تشوفوا اليوم الساعة معكم سلمة من قناة سلمة سلمة المطبخ والإبداع كما رأيكم تشوفوا اليوم جبت لكم هذا الكيك اللي راه هو الترند راه هو حاجة جديدة يمشي بساف تيك توك المهم على مواقع التواصل الاجتماعي جربتوا معاكم بأسهل طريقة كاملة تقدروا تديروه جبت لكم مصفة الجنواز اللي راح جيكم هايلا 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 البنات جربوها متوما عينيكم غمضي أول حاجة عندي صفاء بياضة ربع بيضات راح نستعمل ربع بيضات نفصل بياض على الصفار نديله شوية ملح وهنا حاولت نكيلي لكم السكر بالملعقة ونسيت ما صورتش على الأول المهم بالملعقة ستة مهمش سبعة مهمش معمرين وستة يكونوا معمرين مليح سكر عادي وبالميزان تديروه لكل بيضة تديروه لها 30 جرام سكر يعني ربع بيضات داولي 120 جرام سكر عادي هنا يا طلعت مليح هذا البيض مع السكر طلعوه مليح مليح لازم تطلعوه مليح مليح يا البنات لازم تطلعوه مليح والباطر كان قاوي ما كنتش مديرته في الصغير كنتم مديرته في رقم خمسة ومبعدها زدت هذا كل الصفار زدته بالحبة نفس الشي بالنسبة للفارينة سوف نقوم بعمل 120 جرام فارينة والتي تقدر مغرف مل فارينة زدتها عوضتها بمغرف كاكاو بالملاعق خرجت لي 7 أو 8 لم يكن هناك مليح والله يا البنات كما قلت لكم سوف نبدأ نزيد في هذا الخالد الفارينة والكاكاو إلى ثلاث مرات ونصفيه ديما صفيوا البنات لكي لا يقعدوا لكم الكعابر وخلطوا هكا بسباتول من فوق لتحت راح تجيكم هاي لا خدموا غير في نفس الاتجاه موش هكا وتضربوا هكو هكا في نفس الاتجاه على ثلاث مرات ودرت لها هاي هذا هو درت لها الكاكاو إذا مبغيتوش ديروها بالكاكاو خليوا الفارينة 120 جرام وزيدوا لها العظاني شوفوا القوام بتحها البنات عندي هذا البلاتو اللي ديمونسيون بتاعه فيه 25 إلى 30 نورمان مو هكا هي درت له ورق الزبدة وكما تشوفون نديرها غير بالعقل شوفوا ما تلضوها شكا بزاف بش مايروح لها شذك الهوات طيبتها على 180 درجة مدت هكا 10 دقائق ولا كثر شوي 12 دقيقة طلعوا عليها إذا شتوها درت هكا طبقة من فوق جربوا ديروا بالبعود شواء او حاجة اذا خرج لكم ما فيهش العجين يعني صاي شوفوا البنات كيفاش تجي تلعبوا بها يعني لعب ما تخافوش منها ما تجي يابسة طريية تهبل مهوية خفيفة بنينة كلش البنات من الأسرار ما تحلوش عليها خلاص قبل 10 دقائق ما تحلوش خلاص الفور عندكم راه يطهبط لكم نحيلها هذي الطبقة الفوقانية ونخليها تريح شوية انا خدمتها الصباح ودرت بيها العشية راح نخدم معكم كريمة زبدة لاني غلفت هذي بكريمة زبدة درت هنا لبنات 125 جرام زبدة زدت لها زوج مالعق كبار تع سكر غلاسي وملعقة مش معمرة بزاف من الشونتيي وزوج مالعق زيت هذه هي درت لها اللافاني وخلطتهم مليح مليح طلعوها مليح مليح بقى وطلعوا فيها البنات راح تجيكم تهبل اذا تبغيوا تديروا لها مونكيهات تديروا لها شوكولات تارتيني تديروا لها لاروم تديروا لها لفاني بشتراح لكم شوية الريحة بالنسبة للحشو هنا درت لبنات شوكولات تع الوجدان كبير من الزبدة وشوية من الشوكولات تارتيني ختمت بأوبتيلة وخلطتوا ذوبتهم شوفوا كيفية نخليها تبرد شوي كيفية المقادير محددة لقد قمت بأوبتها كبير من الزبدة وكبير من الزبدة وقمت بأوبتها وشوفت قوامتها اللي عجبني حبست كما شتوا البنات خدمت بغي لافتع كراس نحيت منه كبير من الزبدة ورقة عادية بيضة ورقة عادية وكتبت فيها هذه العبارة ها هو كل هذك القاناش شوفوا كيفية يجيكم حطيتوه شوي يبرك في الفريجدار ونخلط باش عاود حكم مروحو وخدمت بهم وهذا ما يبس شو يعني ما يبس الكمش يبقى طري حشيتها بالجوز وهنايا زدت شوية في هذك ثراغات زدت من هذك القاناش هذيك وهنايا رح نختم بكريم تزوبدة كما قلت لكم كريم تزوبدة تعاون البنات على الكيف يعني خدمتها سهل من الشنطية كما رحكم تشوفوا درت الطبقة اللولة وديما اختموا يعني تديروا طبقات ليسي ونحطوه في الثلاجة عاودوا جبدوها عاودوا عدلوها المهم لليصاج البنات شوية يدي الوقت ولكن يعني مش بزاف بزاف كما شتورة ندرتها غير زوج طبقات والقطر تعلقت طاعة البنات نسيت نقولكم 10 سنتيمتر نسيت نصورها مع مباليش كيفا هنا يحطت هذه العبارة الورقة هذيك قصيتها هكا قد قد مع الحواف هذه ما تخرجوهاش الورقة البيضة ما تخرجوهاش بصح النيلون هذا يجي شوية خارج على الأطراف تخرجوه منه هاكا البنات وخليوا الطرف زايد منه ونضي لها طبقة لفوقانية عكريمة الزبدة دروها شوية طبقة خشينة حتى لا تباني لكم هذه الكتبات وليسيوها مليح لبناتوا يجيوكم الحواف جيدة يجيوكم عادي هي ما تجيش ملساء مليح وبين فيني بسك ماهيش حاتبان كما كم تشوفوا غير ليسيت هكا شوية حاولت تعني الماكسيموم تكون مليسيا مليح وقصيتهم وحطيتهم من فوق فوق هذا الطرف هاكم تشوفوا فيه كيف هراه خارج البنات من نومن ودرت لها هذوك المعنباش كيف نسيت اسمه هذو البيض الكعبورات ها ماكيد تزيين البنات كل واحدة تديروه تديرو ثاني فيها تكتبوه وش تبغي يديروها ثاني تحديد تحديد جنس الجنين هكا وزعماك يتحلوا تلقاوها مكتوبة اتس اجرل ولا اتس بوي المهم يعني يزيدوا وشوفوا في تيكتاك الانواع تاعهم كيف يشخدموهم البنات ها هيكي يشوفوا الجمال شوفوا الروعة هايلا البنات والله غير عجبتني صح صح تالما صغيرة وعادي سامبل ما فيها والو وشوفوا كيفا خرجت جد تهب الاناق صح صح في البساطة هذه هي البنات شوفوا ذوق شوفوا كيف هكي نحيلها هذك النيلون ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليها وتكونوا يعني استفتوا ها هيكي شوفوا زعماكي تحلوها تلقوا هذه العبارة كتبت اي لاوف يو هذي هي البنات ان شاء الله كي ما بتكم تكون عجبتكم اذا اول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا فيها خليوا لي تعليق قولوا لي وش تحبوا ندير لكم في فيديوهات الجايين تفعلوا مع القناة و ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته